سيرت جماعة أنصار سنة المحمدية بولاية الخرطوم بحضور عدد من قياداتها قافلة الترحم الإغاثية الأولى لمتضرر السيول والأمطار بقرى الشمال بحري وقال رئيس العام للجماعة عبدالله تهامي إنها تسخر علاقاتها الداخلية والخارجية لصالح الوطن والمواطن وتقديم الخير للمحتاجين ولفت تهامي إلى مواصلة حملات الإغاثة بولايات الخرطوم النيل الأبيض ونهر النيل هذه المرحلة الأولى مرحلة المواد الغزائية وستعقبها مرحلة ثانية وهي توزيع الخيام والمشمعات كمية من المشمعات والخيام أيضا على هؤلاء المتضردين